اشتركوا في القناة فالرسول صلى الله عليه وآله في كلامه ولم يطعه فليس من أتباع الرسول حتى لو بالاسم وباللفظ يقول أنا تابع للرسول أما إذا واحد أطاع رسول الله صلى الله عليه وآله في كل شيء ومنه ما أمر به من الكون مع الأئمة واتباعهم زين يكون تابع للرسول إذا كان تابع للرسول تنطبق عليه هذه الآية التي نزلت يعني على لسان إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام فمن تبعني فإنه مني والحديث الشريف المعروف يقول رسول الله صلى الله عليه وآله سلمان منا أهل البيت يعني شنو سلمان منا أهل البيت فتفسر هذه الآية فمن تبعني فإنه مني يعني سلمان تابع لهم ومن كثرة تبعيته لهم في كل شيء صار كأنه منهم أنت تتبع إبراهيم في كل شيء كأنه أنت منه تتبع الرسول صلى الله عليه وآله في كل شيء فكأنك منه تتبع أهل البيت في كل شيء فكأنك منهم فإنهم أتباعي ومن تبعني فإنه مني موسيقى 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 اشتركوا في القناة